بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم مع المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة أحمد فتحي سبل التعاون في ربط شباب مصر بالخارج وبالداخل من رواد الأعمال وذلك تنفيذ لتوصيات منتدى شباب العالم وأوضحت وزيرة الهجرة أن منتدى شباب العالم شهدت تنصيق مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج في جلسات مصر تستطيع بالصناعة لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء وبعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم